هنروح مع حضراتكم الحياة دلوقتي لفقرة مهمة جداً فقرة متعلقة بالإدمان أو تعاطي المخدرات الحقيقة إنه الإدمان تعاطي المخدرات ده يعني قطر كبير جداً على المجتمع وعلى الأسرة المصرية في ناس كتير ما تعرفش إن أولادهم مدمنين إلا في المراحل النهائية كمان ما يعرفوش إنه على سبيل مثال كتر تناول أدوية ممكن يكون نوع من الإدمان خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن التوعية بالمخدرات إيه الأدوية اللي ممكن تقود الإدمان مع دكتور عبد الناصر سنجاب أستاذ العقير والنباتات الطبية ونائب رئيس جماعة عين شمس الصابق صباح الخير لها دكتور ما ورنا بصباح أهلاً بي يعني للأسف زي ما كنا بنتكلم يا دكتور البعض الأسر ما بتعرفش أو ما تبقاش عندها ممكن نقول وقت أو ما تبقاش حتى عايزة تصدق أو تشوف العلامات اللي ممكن تظهر على أولادها إن كانوا طبعاً مدمين ربنا يحفظ الجميع أريد أن أعرف من حضرتك إيه العلامات المبدئية أو العلامات اللي ممكن لو حد شافها على الأقل حتى يشك إنه هذا الشخص مدمن صحيح هو الحياة طبعاً خير موضوع الإدمان ده موضوع كبير جداً وموضوع مش من النهاردة ده على مر التاريخ وهو إن جينا نصنفه وبنصنفه إن هو بيزنس كبير طبعاً وبيقوم عليه ناس كتيرة قوي في العالم على مر التاريخ الأعراض اللي إحنا بنتكلم عليها بقاً اللي هو في حد بيبقى تعرض إن هو يبقى مدمن أو أخذ بعض العققير وهذه العققير قدت إلى الإدمان طبعاً من مظاهرها طبعاً بدايةً كده هو الإنزواء ياخد جنب ما يبقاش إنسان اجتماعي بعد كده يصاب بقى بالأعراض على قدر الحدث نفسه أو الجرعة اللي تعرض لها أو الفترة اللي هو أدمن فيها طبعاً ده بيقدي طبعاً إلى أعراض بقى جسمانية وأعراض نفسية والحياة بتبقى أهمها اللي هو الإنزواء وأهمها اللي هو بياخد شكل مختلف تماماً طبعاً بيبقى فيه مصاحب ليه حاجات طبعاً في الجسم متغيرات كبيرة جداً زي مثلاً حشيش زي الهروين ده لها كل واحد له المواصفات بتلعطوا يعني لكن كلهم متشابهين في النهاية أكيد طبعاً ناتجتهم تعتبر واحد حوالي الإعزال وهو إيه ده أول علامات يعني هو يعني لما واحد بيعمل المشكلة فأكيد بيبقى كنفس بشرية بيبقى مش راضي عنها فبيدخل فيه حاجات وغالباً كمان بيتدخله فيه بداية طريق هو مبقاش عارف نهايته فبيبقى فيه مشاكل نفسية بالنسبة لها صحيح طيب هل كل الإدمان هو مخدرات ولا فيه إدمان حاجات تانية عشان نعرف الناس برضو مفهوم الإدمان ممكن يكون حد بيتناول نوع من أنوالها قتير ومش فاهم إن ده إدمان هو المخدرات أو المواد اللي هي بتسبب الإدمان هي حاجتين يأما تكون مواد مشايدة أو معمولة كيميائياً أو مواد طبيعية طبعاً كان بدايتها بالحشيش والأفيون والمشتقات بتاعتها بدأت الناس تشتغل على بعض المواد الكيميائية الممثلة لها والشبيهة لها طبعاً ده عبارة زي ما قلنا كده إن هي تجارة وتجارة جبيرة ويتحكم فيها اللا أخلاقيات ده يشتغل عليها علماء كمان يا فندم مسألة الأحلام العلماء اشتغلوا عليها عشان نقول إن أول واحد فصل مركب المورفين اللي هو يعني أحسن قاتل للألم اللي هو البنكلر ده هو المورفين من نبات الأفيون يعني ده سيدالي وكان بغرض إن هو يتعرف لأن الفترة دي كان العلاج كله كل الأعراض كان بتعالج بالأفيون ما فيش عنده سبيل غير كده قبل اختراع الأدوية طبعاً فهو لا كان الهدف نبيل إن هو بيشوف إيه ده أو بيستخدمه كدواء لأقول حددك على حاجة يمكن إحنا في فترة الدولة العثمانية في الأول إحنا كان محرم فتح المقاهي عشان قهل دي كانت محرمة أصلاً الدخان والسجايل كانت محرمة والتب وكان محرم طبعاً مع الانفتاح ومع التقارب العالمي وزيادة الداخل الحضرات في بعضها والتجارة العالمية اللي حصلت طبعاً انتقلت من موطن لموطن آخر فانتقلت على مستوى العالمي دكتور ما ده صحة المعتقد أو الحديث بأنه هناك الأشخاص يستعداد نفسي أو استعداد جيني للإدمان لشخص أكثر من آخر هل ده صحيح؟ واستعداد نفسي طبعاً هو ممكن تكون نتيجة لحصلت حاجة معينة فإنجراف لي مثلاً أصدقاء سوق أو إذا كان هذا الشخص تعرض لأزمة والأزمة دي غالباً ما بيبقاش هو ده المشكلة إن إحنا لازم نبقى لنا حديث مع الناس لازم نعرف الأعراب بدايتها شكلها إيه عشان نبدأ نكلم الناس دي ونلحقها المشكلة إنه هنا دلوقتي بيحصل فيه انفصال يعني ممكن يبقى الواحد بيعاني من مشكلة مشكلة جبيرة جداً ومحدش داربيه لا في الشغل ولا في البيت ولا في حاجة ممكن وهذا يمكن يكون طبعه كده فانت إزاي تبحث عن دي وإزاي تعامل دي وإزاي الإعلام الحقيقة لازم له دور كبير جداً في مناقشة هذه القضايا مع متخصين في العلوم يعني هو استعداد نفسي يا فاندم فقط هو المتبايمة بين شخص الآخر لكن ملوش أي علاقة باستعداد جيني أو ما إيلا ذلك هو استعداد الجيني بقى على حسب الخريطة الجينية بتاع الإنسان ممكن يتأثر بنسبة قد إيه الجرعة قد إيه الوقت اللي يتأثر بيقدي ممكن الرجوع فيها ولا لأ بعد تدمير خلايا المخهر اللي يقدر لما نيجي في فترة الانسحاب يقدر هو الجسم اللي هو الطبيعة معينة في الجيني بتاعته والخلايا بتاعته يقدر يتحمل إن إحنا نسحب دا ولا لأ حياة كتيرة جداً طيب زي ما تكلمنا عن الاستعداد النفسي للإدمان العامل النفسي مهم جداً أيضاً فيه التخلص من الإدمان آه طبعاً ده طبعاً ده أهم حاجة اللي هو العامل النفسي والعزيمة زي اللي بالظبط بيبطل التدخين سجيلي زي اللي بيبقى عنده عادة سيئة والنهاردة صباح الصبح خد يعني نفسه كده وقال إن أنا هبدأ في كذا طبعاً بيبقى فيه ترد وفيه يطلع المشوار يمشي خطوات ويرجع تاني فده بيبقى عاوز ناس بتساعدوا عاوز يعني طبيب نفسي عاوز مجموعة حواليه بيبقى كلها بتساعد في هذا الموضوع طبعاً آه الترد انت بحرقة بيتاخد برا اللي بيتسحب هذه المخدرات من جسم عنده يعني هل القرار بيبقى شكل مفاجئة يا فندم يعني أخذ قرارنا أنا النهاردة هبطل إدمان ولا بيبقى تدرجياً لا لا الإدمان ما فيش فيه قرارنا هبطل ده لازم بيبقى على مصحة ما ينفعش إن أنا هعالج نفسي وقت ده لو دخل في الخطوات واحد واثنين وثلاثة خلاص لا ده بيبقى خلاص خارج السيطرة ده بيبقى المصحة هي اللي بتتدخل وهي اللي في علاجه بقى نقصد خلاص ما بيقدرش تساعد طيب المصحة في علاجه هل بتمنع عنه مرة واحدة مباشرة ولا بيبقى تدرجياً بيبقى بيبقى فيه حاجات تانية حاجات تعويضية مثلاً طبعاً لأنه بيبقى فيه تأثر على الكلا أثر على المخة أثر على الكبد أثر على القلب بيبقى فيه حاجات تانية هيسحب إزاي المواد دي بتبقى فيه بنسميها ريسبتورز اللي هي تستقبل الكيمويات دي ورد الفعل بتاع الجسم يبقى شكله إيه بتبقى حاجات محسوبة بخطوات عشان ما تأثرش وممكن تعمل المشاكل في حاجات كتير جداً فيبقى استحبت طبعاً بدراسة الصورة العامة لنحية البيولوجياة في الجسم كله بيزين نقطة مهمة جداً يا دكتور الحقيقة لأنه للأسف فيه يعني بعض الناس بتبقى لو لا قدر لا يعني يكتشفوا أن فيه فرد من الأسرة مضمن ممكن بيخافوا من الفضيحة بيخافوا أن هم يودوا مصحة عشان محدش يعرف فبيتروي خلص إحنا عنا قعدوا في البيت وإحنا عنا نعالجوا في دي نقطة مهمة جداً النتيجة هو الخسران صحيح وإحنا لو عدنا نخاف وإحنا أصلاً بقت ظاهرة مش عندنا إحنا ظاهرة عالمية وإحنا للأسف إحنا يمكن نعتبر تاني دولة في أفريقيا لأن إحنا يعني مقصودين مش إحنا كشعب إحنا شعب مسالم وقويس جداً ولكن في فترة من فترات حصل إن داخلت حياة كتيرة جداً منها الحياة اللي هارك عرفها دي فداخلت طبعاً النفس البشرية ممكن في مشاكل يعني فسيطروا على جزء كريديا طبعاً أكيد طبعاً هل فترة العلاج بتختلف من نوع مخدر لآخر من نوع عقار لآخر من شخص لآخر طبعاً تدمير الخلاف في الكبد أو يمكن هو أكتر حاجة بتتأثر هو المخ فيه اللي هي المخلقة اللي هي الكيمويات المخلقة اللي هي بتبقى هب هزرد يعني مثلاً اللايزيرجيك أسد ده حاجة صعبة جداً زي إيه فاند فيه اللي هو حمد اسمه اللايزيرجيك أسد في حاجات بقى اللي هي اللي تعملت ستروكس الحياة اللي طلرت اللي هي كيمويات هب هزرد يعني حياة مش يعني بتدي في الأول الأكشن وبعد كده تدميري يعني اتدمر على طول فترة قسيرة جداً الإحصائيات بتقول إنه ما بقاش سنة المراهقة فقط هو البداية لطاعات المخدرات وبقى السنة نزل لعشر سنين يعني طفل بالزبط هو المدارس طبعاً بتدخل من 13 سنة ل 18 سنة ده قطاع ومن 18 ل30 ولكن هو أكتر للأسف يمكن عدد المدخنين في الشباب هنا عندنا 25% يعني من نسبة عدد الشباب 25% مدخنين لو جينا نشوف هي أعلى حاجة في هنا عندنا برضو للأسف في مصر كتجري الأولان الهروين الأعلى وبعدين ينزل بعديه اللي هو الحشيش والحيات بقى اللي هي الكيميارات الملخبطة اللي هما بيتصنع في حاجات مش حتة مش معروفة هل التدخين يعتبر بداية؟ يعني أي حد مدخن بنتوقع أن يقود التدخين إلى الإدمان؟ هو بص الترامة دخل في أي حاجة تؤثر على فيسيولوجيا الجسم منها حتى القهوة اللي هو زي ما بيقول هو ما بيعرفش يصهر ولا يزبط نفسه ومزاجه وطرامة اتلعب فيه الحتة بتاعة المزاج والحتة بتاع السين اس اللي هو الجهاز العصب المركزي فهو ممكن يبقى سهل فالقهوة إدمان؟ ممكن لو تعود مثلا كل يوم هو تعود ده حاجات من التعود أما الإدمان فهو الذي تستغنى عنه نهائيا وتماما بحيث أنت مثلا لو واحد بيصوم مثلا هو ممكن ما بيستغنى عن القهوة مثلا طول النهار إنه ما يقدرش يستغنى عن المخدر اللي كان الحياة اللي هنبلي أخذه لأنه دي إدمان ما يقدرش يؤدي وظائف وظائف اليومية بالضبط إنما التاني عادة وعادة دخلت لأنك أنت متعود عليك زي السجال السجال مثلا السجال نفس الشيء برضو هي عادة وليست إدمان دكتور في معتقد كده إنه الشخص المدمن لو دخل في السكة دي فهو مفقود إنه حتى فكرة إنه هو يتعالج ما بيعمر ما بيرجع سليم أنا عايزة أعرف من حضرتك الشخص اللي دخل في سكة الإدمان ممكن إنه يصبح شخص متعافي تماما وسليم تماما ده كيس باي كيس حسب الحالة نفسها وصلت فين وبيقدرها يعني مجموعة من الأطباء مش طبيب واحد ولا حد يقدر يقول الكلام ده بفحص الحالة بالكل يمكن من أول الفحص صورة الدم لأعلى حاجة في الأشعة أو التحاليل اللي بتتعمل ده اللي يحدد ولكن هي فيه طبعا كل ما بيكون في الفترة في الأول كل ما بيدي فرصة أنها في الآخر هو الخوف على تدمير خلايا المخ والخلايا الجسدية عظيم طيب نصيح حضرتك في النهاية الأولاء الأمور إزاي تعملوا مع أولادهم إزاي رأبوهم إزاي تبقوهم وكمان نصيحك للأشخاص اللي هم في بداية الطريق لأنه نقول لك خلاص إن المدمن ده في حالة مش هنعرف نتكلم معا هي نصيح طبعا بتبدأ للمدرسة هم يعني اللي لازم بقى ملاحظين طفل بقى عصبي طفل بقى ياخد جنب طفل بتصرف تصرفات غير عادية ما هوش هو بتاع اللي كان مثلا قبل ما يبقى دخل عليه الشكل ده هم ونبدأ نتعامل معاه يعني بعمل نفسي مش عامل إن انت بتاخده وشايفك بتعمل ما ينفعش الكلام ده مش هينفع ويمكن ببدو إن هو العرض على الطبيب عرض على الطبيب مش عشان طبيب نفسي كما طريب بطنع يشوف الحالة بتاعته يشوف الكلام ده نبدأ هو أهم حاجة هو اللي زود الموضوع ده إن الناس ما بتقبلش بعض كان زمان أنا لما بقى متضايق أروح لحد قعد معاه أو ما مشي كويس دلوقت ما مش لقى حد أو ما تش واخد الفرصة عشان تتكلم ساعتين مثلا مع ناس أو ناس تسمع لك حدش فضيلك كل واحد بيشتكي لك وكل واحد قاعد همه في طبعا الموبايل اللي شغال فيه هو بيستقي كل حياته وكل معلوماته وكل تصرفاته وخصوصا ده الخطر على الأطفال إن هو طبعا المواقع اللي بتدخل الحياة اللي بتجيله غصب عنه الكلام ده لازم هو المدرسة بصراحة والإعلام والبيت يعني الإعلام يوميا لازم يبقى فيه احنا فعلا الله بشكل شبه يوميا عندنا فقر على كل القناة يمكن تحرك بتاخده مثلا لأ ده المفروض بيبقى بحيس إن أنا أحس بيها المواطني العادي يبقى ماشي في شغال الراديو بتاعه على العربية أو سامع برنامج عن كذا وبعدين بست ساعات برنامج تاني لما تبقى عضية رائعة الناس هتحس بيها ما هو يعني اجزب الناس للموضوع ده زي أي ترند بينزل لما خلي الموضوع ده ترند بتثبت صورة زهنية إحنا عندنا يا دكتور يعني هي بتثبت صورة زهنية عندنا زي فيه فترة كده من الفترات كان دائما فيه أفلام متعلقة بالإدمان كنا بنشوف على طول فبقى إحنا عندنا خوف كده من الفكرة نفسها ده كويس ده بصح لما يبقى يطلع أفلام مش بتعرض إن ده البطر بتعرض إن ده مفهوم صحيح الانهيار صحيح بيعرض إن ده النهاية السوداء أكيد أكيد ده أنا هراجع نفسي أنا 16 سنة أكيد هراجع نفسي هده أنا خايف من الموضوع ده أنا مش هجع أقرب نفسي لما المشكلة إن أنت بتستسهل الموضوع والناس بتقول لبعضها وبقت عادي طبعا ما فيش مشكلة أنا بقول لأسف يعني عدد الكفاهات وعدد الحياة دي ما هي دي الأماكن أماكن توزيع الحياة دي فين استقطاب الناس بيتم إزاي يا إما عن الإنترنت يا إما عن الكفاهات يا إما عن النوادي يا إما عن المدارس مشكلة يعني هو راح في المكان اللي هو المفروض يبقى فيه الاستقرار وراح ضربوا فيه طبعا أنت هتلاقين فيه أمباقة تاني التاني كان زمان بيبقى في أماكن من الدارية ومعروفة دلوقتي بقت على العام لازم يبقى فيه رقابة ورقابة من اللي نحن كشعب حقيقة بتتقدم على قد كمان ما طرق الجريمة نفسها كمان بتتقدم معي بالزبط يعني ده طور الوقت أكيد فيه رقابة لكن برضو في نفس الوقت فيه تقدم حتى فيه تفكير للأسف لقوة الشرية أنا نفسي أراقب نفسي أراقب بيتي أراقب أولادي ما هو أنا لوائف مين حتى هيعرفها إزاي أنا المتأثر أنا اللي هيحصل على الأسف يعني أنا تحس بي يعني المجتمع نفسه هو اللي يراقب نفسه سيتغير بقى كمان التأثير بتاعت انت هو أنت عائل صغير هو أنت لسه كبرتش أنت شايب صحابك بالزبط يعني من الأسف الرحلات الخروج في الحياة دي ما هالحياة دي بتبقى كلها دي هو للأسف هو عبارة عن ده فريسة سحيح وبيتضرب وخلي بقى أصدام مبجئ مش حاجة سهلة وبيستخدمه زي ما حالك قلت التكنولوجيا اللي نحن بستخدمها المفروض في الحاجة اللي صالح للإنسان وما بيستخدموها لصالحهم في الحياة دي وطبعا استغلال غير عادي شحية ما فيا زي ما حضرتك قلت يا فاتف نشكر حضرتك جزيل الشكر تابعا دكتور عبدالناصر سنجاب أستاذ العقاخير والنباتات الطبية ونائب رئيس جماعة عين شمس السابقنا ورتدي يا فن شكرا يا فندم شكرا جدا شكرا للمشاهدة